طبعاً ما فيش شك إنه طلبة السنوية العامة دلوقتي بيمتحنوا من كم يوم بدأوا امتحان اللغة العربية ودخلوا بعديها على طول امتحان اللغة الأجنبية التانية والنهاردة عندهم امتحان مهم جداً امتحان التاريخ والفيزياء كل الأمنيات الطيبة ليهم بالنجاح والتوفيق النهاردة وإن شاء الله الامتحان يكون سهل وبسيط وفي مستوى الطالب المتوسط زي ما بنقول إن شاء الله يكون الأمور بسيطة ويعرفوا يتصرفوا كويس جداً إن شاء الله أثناء الامتحان لازم نكرر كلامنا ومش هنزهق أبداً إن احنا نقول مفيش داعي للضغوط وللعصبية مفيش داعي نلوم نفسنا على اللفات المادة اللي هندخل امتحانها ونعملها النهاردة غير المادة اللي خلصناها مفيش داعي نقعد بقى نقعد نتراجع ونتحسر على اللفاتنا ونقول نايرتنا وكننا عملنا خلاص اللي حصل حصل اقفل الصفحة استعد لكتابة صفحة جديدة في صفحات باقي امتحاناتك تكون صفحة كويسة جداً إن شاء الله مفيش أي حاجة غير كل حاجة ترضيك طبعاً نركز في اللي جاي وبرضو ضروري بالنسبة للأباء والأمهات في البيوت ونهم يخال بالهم من النقطة دي كويس جداً بلاش توجيه أي اعتابة ولقول حصل حصل خلاص ده وقت ما فيهوش إن احنا نقعد نلوم الأولاد انتوا كان قدامك طول السنة ما زاكرتش ليه مفيش خلاص عشان كده لو فيه خسارة بسيطة بلاش نوسع الدايرة يعني خلاص يركز في اللي هو زاكره على الأقل يراجع اللي هو زاكره لكن هي برضو قدرات بالمناسبة يعني فيه حد يقدر يحصل معلومة معلومتين لكن بلاش نضغطهم بلاش نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان يعني لو ضغطناهم جامد دلوقتي هم ممكن يتوتروا فيرتبكوا فحتى المعلومة الصغيرة اللي كانت عندهم تضيع منه في الامتحان في يا ريت بلاش أكيد إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله اللي جاي نحس فيه إن احنا عارفين نتطرف كويس جدا كل التوفيق لكل طلبة وطالبات السنوية العامة إن شاء الله تكونوا موافقين النهاردة في امتحان الفيزياء وفي امتحان التاريخ والامتحان يكون سهل وبسيط وتقدروا تتعاملوا معاه بكل الاحترافية مرة تانية صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر